ذكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مؤتمر بشأن النزوح الصوي في لبنان إن مشكلتنا مع النظام السوري ولا حساسية لدينا تجاه السوريين وكنا أولاً متعاطفين مع الشعب السوري وأضاف جعجع أن علاقتنا مع الشعب السوري لطلما كانت جدية ولكن العلاقة مع النظام السوري كانت وما تزال سيئة معبراً بأن مسألة لجوء السوريين في لبنان خطر وجودي فعلي يهدد وطننا وأشار إلى أنه من الممكن أن تمتد الأزمة السورية ما يعني أن نسبة النازحين السوريين قد تزادوا لتوازي عدد اللبنانيين وعدم رؤية أي حل للأزمة السورية في الأفق وبالسياق توفي لاجئان اثنان سوريان غارقاً عند شواطئ مدينة سور اللبنانية وتم إنقاذ ثلاث آخرين ونقلهم الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى لمتابعة حالتهم اعتبرت العضو فابياني كلير في البرلمان الأوروبي أن مسعي قبرص لإعادة تقييم مناطق معينة من سوريا على أنها آمنة لإعادة اللاجئين إليها بأنها صعبة بسبب الوضع غير المستقر في البلاد استهدف طيران الجوي قاعدة كالسو في محافظة بابل بالعراق ما أثن لمقتل عنصر وإصابة آخرين من قوات الحشد الشعبي التابع لإيران وبدورها نفت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ قواتها أي ضربات جوية في العراق في حين رجحت مصادر عراقية أن يكون مصدر القصف إسرائيلي ويأتي هذا القصف بعد يوم من السداف إسرائيل لمواقع عسكرية في درعا والسويداء جنوب سوريا إضافة للسداف قاعدة في محافظة أصفهان داخل إيران وسط ارتفاع وديرة التصعيد والتهديدات بين إسرائيل وإيران بالمنطقة وتثمر القوات الإيرانية بالتخفي وأخلاء مقراتها في دير الزور ورفيها تحصبا لغارات جوية محتملة بالإضافة لتخفي قادة القوات ضمن منازل سرية ويلجأ العناصر للتخفي في الآليات والمحال المغلقة أفادت مصادر علامية محلية بمتهمة دورية مشتركة بين الأمن العسكري والقوات الإيرانية عدة منازل في مدينة البوكمال شرقي دير الزور بحثا عن أطفال اعترضوا زوارا شيعا بالأحذية وأشارت المصادر إلى أن الدورية اعتقلت طفلين واقتادتهم إلى مقر قوات الأمن العسكري في حندها متمنازل أخرى دون التمكر من اعتقال أحد من الأطفال بعد هروبهم إلى مناطق أخرى أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع على التزامهم بالعملية السياسية في سوريا وتعزيز العدالة والمساءلة مبينين أنه لن يتم النظر في تطبيع وإعادة الإعمار ورفع العقوبات إلا في إطار عمليات سياسية شاملة واجه في البيانة الذي أصدره وزراء خارجية كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأمريكا والممثل السامي للاتحاد الأوروبي أن الدول السبع لا تزال ملتزمة بالعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السوريون بما يتمشى مع قرار مجلس الأمن 2254 وتؤيد ولاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أفادت مصادر أعلامية محلية بأن السلطات العراقية تمنع السوريين الحاصلين على لم شمل في أوروبا من الدخول إلى العراق لإجراء مقابلة نهائية في سفارات الدول الأوروبية ما لم يكونوا حاصلين على إقامة في العراق كما ذكرت مصادر أخرى أن الحدود اللبنانية خلال الفترة الماضية عرقلت ومنعت وصول السوريين إلى مواعيد السفارات الأوروبية في لبنان